الجهود المتواصلة للجنة إعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جينين ومخيمها وقراها قبل نحو ثلاثة أسابيع خلال عدوان همجي استمر عشرة أيام متواصلة دمر فيها البنية التحتية وممتلكات المواطنين تواصلوا الطواقم العاملة بالميدان عملها ليلة نهارا بعد أن انتهت من إزالة ركام ما خلفه الاحتلال في المدينة لتتوجه اليوم إلى بلدة كفردان غرباجينين للبدء بالعمل مباشرة على إزالة أنقاض المنزلين الذين دمرهما الاحتلال خلال العدوان وحولهما إلى أثر بعد عين نحن من نفي التعليمات سيادة الأخرى رئيس محمود عباس من أجل سرعة الإنجاز في إعادة إعمار ما دمروا الاحتلال الإسرائيلي وتوجهات دولة رئيس الوزراء من أجل إيواء كل من أجبر على إخلاء بيته تحت تهديد زخات الرصاص اليوم نحن موجودين في كفردان لإزالة الركام لبنايتين بواقع كل بناية الأولى من ثلاث وحدات سكنية والبناية الثانية من وحدتين سكنيات نحن نعمل دائما في وزارة الأشغال على تخفيف المعاناة عند المواطنين سواء في فتح الطرق أو في إزالة الركام الأبنية فدائما في الميدان في كل مكان يتم تدائف على شعبنا طاقم مختلفون من محافظة جنين ولجنة الإعمار والأشغال العامة والجهات ذات الإختصاص وصلوا إلى مسرح جريمة الاحتلال وبدأت الآليات والجرافات الثقيلة بالتحرك لإزالة الركام للعمل بعدها على بناء وتعمير منزلين مكانهما حتى يتسنى لقاطنيهما العودة إليهما بعد أن تشردوا وأصبحوا بالعراء وبلا مأوى كانوا ثلاث أولاد من أولاتي داخل المنزل أنا ومرة كنا مش بالبيت كانوا ثلاث أولاد داخل المنزل ورفضوا يخلوهم هاي أرضي أنا اشتريتها وراح أضل بيها وراح أضل بفلسطين كلها مش راح أطلع منها بدو يهد بالدبني كمان مرة بدو يهد اللي بدبنيها بدروا الدبنيها ما نشاهده الآن على عبر كامرة تلفزيون فلسطين الصورة تتحدث عن إجرام الاحتلال الذي مولس ضد أبناء شعبنا في كفرذان وضد هذه الأسرة الفلسطينية الجهود التي تبذل الآن من أجل إن شاء الله إعادة تأهيل وإزالة هذا الركام وإزالة هذا الردم الموجود يعني مخلفات لهذا العدوان الإسرائيلي الغاشم على البيت بلدية ودفاع مدني وأشغال عامة والمحافظ يعني متواجدين في الموقع من أجل البدء والشروع في إزالة هذا الركام وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد حاصر منزلين يعودان لعائلة الكمامجي خلال العدوان الوحشي وفرض طوقا عسكريا وأطلق قدائف الإنيرجا باتجاههما وحولهما إلى كومة من الركام ارتقت خلاله الطفلة لوجين مصلح 16 عاما وهي داخل منزليها بعد منع الطواقم الطبية من الوصول إليها وأصيب عدد من المواطنين حرص القيادة الفلسطينية على الاهتمام بأبناء شعبنا ومؤاذرتهم ومساندتهم والوقوف بجانبهم في أحلك الظروف يجسد معاني التكاتف والتلاحم بين الشعب وقيادته كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى من بلدة كفردان غرب محافظة جينين أمن بلالو تلفزيون فلسطين